لانا مره مبسوطه لانا مره مستانسه ياتا فعلناها فزنا ايوه غريب غريب انا ما شفته ابدا بالحلقة هاللي راحت ما تدل ليش يعني هنا موجود ممكنه كان اصلا موجود بالاحتياط حتى وليده بعد ممكن غريب وليد كلهم كانوا بالاحتياط اوه ماجد بيسافر علشان كده بسام هو اللي بيصير الكابتن حق المنتخب اللين يرجع ماجد من السفر اوكي هذا المدرب حقنا مدرب المنتخب ياسين بسام في رأس اشتقنا لهم بالحيل اللاعبين ذولا هذا الفريق اللي حارسهم ابو قرعة ندعسكم داعس نوريكم ليش ش 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 شلون يعني كده ندعسكم داعس لانا الكابتن حقنا بسام فاكيد ان شاء الله بنفوز يا رب يلا بسام 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 هذي كلمته الصعبة هذي اللي ما اقدر ان اقولها عشر مرات ورا بعض اه يلا يلا يا سامتي سبرت اه ستمرت البرابيس ماذري اش اه يلا خنخلي حياني سجل هالمرة اول هدف هو حيان سامتي سوريش ماذا الهدف الاول الهدف الاول الهدف الاول اول هدف يا راب الله اول هدف اول هدف اول هدف يا حبيبي اول هدف ماذا سجل مخلب النمر تايغر أحضر الهدف الثاني يا زجا لا تسدّه يا بقرعة الحارس بقرعة هدفين 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 حلوين نحن كفاً سام رجع بوفيو 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 انا اصلاً بوفيو بوفيو بوفي بس اتعب الحارس بس اتعبه بقرعه الحارس ابقرعه عفوا عفوا انا اخطيت بالاسر اسمه الحارس ابقرعه مو بسمه حارس لا لازم نقول حارس ابقرعه الله الهدف الرابع هدف رابع يسجل يا سلام عليك يا حيان يا سلام عليك يا حيان يالله الهدف الخامس جيبينو وفي لعب اذكر في عنده تسجد قوية هنا الدب هذاك ايوه شفته هذا الرقم خمسة في عنده تسجد قوية وصحته عالية بالحيل يب يجيب هدف الراحة يا اخي اكثر من صحة الحارس بكثير بس من 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 اولك من من اولك يالله سجل على أبو قرعة سجل عليه علشان يتعب كأن تسجيلة فركان هذي أسمع صوت يا أخي أسمع صوت فركان الله الهدف الخامس هدف خامس حلو رهيب جدا هدف خامس والله ما في حماس إذا ما في معلق خنخلي فراس يسجل الهدف السادس وبعدين بشوف إذا ياسين عنده تسجيل قوية ولا لا علشان يعني يصير ياسين الهدف السابع هذي عنده تسجيل قوية هنخلي فراس يلا يلا فراس تسجيلة البومة مع أن أصلا هذا صقر مهبومة لكن يلا سجل سجل الله الهدف السادس الحلو الجميل الرائع المذهل اللي ما يحمس لأنه ما في معلق ما يحمس لأنه ما في معلق صارت قصيدة هذي ياسين نجربك هالمرة وتكفى بيض وجهنا وقلنا عندك تسجيل قوية يلا يا سين يا سين خدا ويا سين يتقدم ويسجل ياسين الله عنده والله أخيراً أخيراً ياسين 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 عنده تجي هدف تجي هدف ياسين 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 لا وليد ولا راعد ولا بشار حطين هذا الأخوان شوقي هذا أصر أنه لاعب ياسين والله خافتني فيك مش هذا مش هذا ما عندك تسجيدك مرة قوية لكن ما جت هدف معنا صحة الحارس معنا أصلا صحة وكانت أكثر من صحة الحارس قال الله سجل سجل أنت يا الدب خلاص وانا معذود على ياسين عقب هذا مرتضي من لا أهرب وانا واخك من لا شباب مش وانا خلاص علي ليد يеди أهل ينا هكذا يا رجل تسجيل البركان تسجيل 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 وبعد منه فراش عنده تسديد قوية يعني خل بس هم على جنب لكن يعني الثلاث اللعبين هذولا اللي في الاصل هم اضعف اضعف من ياسين كل تسديداتهم الثلاث اللعبين هذولا تجقول لكن ياسين لا والله من جد مظلوم ياسين يالله سجل مخلب النمر والله ما لاحظتوا مسجل تسعة هدف هذا اذا جت هدف مخلب النمر اوكي جت هدف تسعة هدف بالشاطة الأمول تخيل يمكن نجيل بعشرين هدف بالشاطة الثاني نسجل الهدف العاشر يالله نسجل الهدف العاشر قبل نهاية الشاطة الثاني يالله بس سام لا تلو حرسنا حرسنا يعني مم حارس اصلا يعني اصلا نلاعب المفوض يحطونا يا بشار يا رعد يا وليد اشتقنالك يا وليد اشتقنا لك بالحيل اشتقنا لك تعب 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 تسجل حشبك وقرع ما عندك مهارات مهارات ما عندك شي اصلا ما عندك شي اصلا يا الله يا بسام خذ و سجل يا الله ايغرر تجي هدف تتتتتتا لاهزة يا حيد تفتح! تفتح! لا تطمّن النتيجة لا تطمّن النتيجة كمسة عشرة، الان بالمجد مرحباً هو بشيء والمجد لماذا ؟ لماذا ؟ حسنا اتعب 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 يا سين اعلم اتعب 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 انتهت 17 هدف يوكوزي 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 ملاحظ 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 18 هدف بعد اذا نتجد ياسين يلا 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 بدس سأسن لا تنسد اذا نتجد حياة انت جيد لا تسويه يا أخي سجل لا تسوي ذي الحركة سجله خذه لا يا بسام أعطي ياسين اتقدم تقدم ياسين يلا خذه الله ياسين صحته عالية صحته عالية سجل ياسين يا رب هدف هدف يا رب يا رب يا رب يا رب لا اسم دعاء مكثف لا اسم دعاء مكثف قلبك عامر بالإيمان لا إله إلا الله وحسب الله ونعم الوكيد هدف يا سلام يلا ياسين اخيرا سجل وهدف هدف هدف برأس ياسين ياسين يسجد الكرة برأسي وهدف واخيرا الله والله يا شباب ترى بالصراحة انا بالنسبة لي من رأيي شخصي افضل اللعبين اللي موجودين هنا حاليا بالنسبة لي ياسين والله احسن من بسان لكن مع الاسف ترى بل يعني هنا مظلوم نوعا ما طبعا انا افضل شخصية عندي انت بقولولي وش افضل شخصية عندكم بالانمي يا شباب اكتبولي انا افضل واحد عندي ياسين ووليد صراحة اكثر شخصيتين ممكن احبهم ياسين ووليد ياسين يلا تسجل هدف ثاني يلا تسجل مرة ثانية تسجل تكفى 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 انت رهيب انت رهيب لكنك انت مظلوم يعني المطورين حق اللعبة هم اللي ظلموك أفضل تسجل هدف واحد سجل هدف واحد ياسين ووليد!!! أكثر اثنين حضهم عندي رقم واحد هذولا بعدين عندي عندي هذا رقم رقم اثنين هذا ما اجد ما ادري ما اجد ولا واحد منهم خالنه خلي هذا الأخوان يسجل يالله يالله بس خلين انطقطق عليهم عشرين هدف ساكينكم عشرين بالهدف ساكينكم وانتم بس هدف واحد فرحانين فيه ياه سلام سجين هدف هامن دا من احرسكم هذا اه.. ما انتم مسجلين.. ابدا.. يلا.. اوكي.. طلع برا عادي.. انا شوفوا كده ابقعد اتفرج ابقعد اتفرج بس.. او الله.. لعبكم زين.. لا ابعد شوف يمشي على خط بس.. او الله شوفوا النتيجة.. النتيجة.. 21.. 21.. ولو اني انا اصلا ما قعدت اطقطق عليهم بنهاية الشوط الثاني.. كان يمكن انا صرت 21 أو 22.. يا الله.. شوفوا 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 الاهداف.. شوفوا الاهداف.. اه.. مع الاسف ياسين هدف واحد.. مع انه افضل لاعب بالنسب لي من الموجدين حتى افضل من بسام.. انا ادري ان اغلبكم اه.. يشوف بسام افضل من ياسين.. لكن انا من ناحيتي.. والله صراحة ياسين اه.. افضل.. خلنشوف المباراة الجاية.. يلا.. شنايدر يا شباب.. الحلقة الجاية بتكون الحلقة الاخيرة.. والله بتكون.. اه.. مباراة حماس.. اذا كان ضدنا شنايدر.. نفس اللي بالحلقة الاولى.. اه.. بالحلقة الاولى يعني لعبنا ضد شنايدر وخلنشوف اذا في حارسنا وليد.. يا سلام الحارس بيرجع وليد يا شباب.. شو الحارس رقم واحد.. اذكر وليد يعني رقم واحد.. حتى بعد.. عليه قبة.. والله حماس.. الله شوفوا.. لعب رقم عشرين.. هذا رقم عشرين هو غريب.. غريب بعد بيلعب معنا يا شباب.. موجود طبعا يا سين.. وماجد موجود اللي هو رقم عشرين يا سلام.. واظن بعد.. بس ما اتوقع بعد بكم موجود.. مادري كم رقم بسام من هنا.. هذا بعد اللاعب الدبل.. رقم خمسة بعد.. حيان بعد موجود.. والله مباره حماس يا شباب.. الله.. بعد هذا مين.. على ما اظن هذا.. شا اسمه؟ مازن؟ مادري والله كم رقم مازن.. لكن هذا علشان شعربوني.. أقول انه مازن.. مادري مادري علموه.. لكن والله يا شباب حلو.. بتصير مباره مرة حماس.. بيصير معنا ماجد.. في بعد حيان.. موجود بعد هذا اللاعب الدب.. وغريب موجود.. وبعد.. الحارس حقنا وليد.. واللي ضدنا بعد شنايدر.. والله أحب ألعب ضد شنايدر فشنايدر من أقوى الخصوم أو من أقوى المنافسين اللي ينافسهم ماجد والله بتكون مرة حماس يا شباب وآخر حلقة يعني بتصير حلقة من جد حماس وتستحق أنها تصير حلقة أخيرة أيوة يا شباب متحمسين أنتم أدري وأدري أن بعد مرة أنتم يعني كذا ضيقات ستوركم اللي يتابعون سلسة كابت الماجد مرة يحبونا أدري أنهم مرة حزنين لأن الحلقة الأخيرة بتكون الحلقة الجاية لكن لكل بداية النهاية فأيوة يا شباب لا تنسون الاستراك بالقناة فاللايك إذا المقطع عجبكم وبعد فعلوا التنبيهات عشان تصلكم مقاطع أول وول كما معاكم صالح ونشوفكم على خير